وشديني خلاص الساعة 9 وده معدنا مع منجز الأخبار خليني أنتقل لمحمد الشازلي من جديد أهلا بك يا محمد بارتاني أهلا بك يا جمانة تاسع بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم بداية نرجو من جميع المواطنين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا تحمي أهلك وتحمي بلدك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدالة القضية المصرية بشأن ملف المياه مشيرا إلى حرص مصر مع أشقائها في إثيوبيا والسودان على حقهم في التنمية وتوليد الكهرباء بشرط أن لا يؤثر ذلك على حقوق مصر المائية اعتبر الرئيس السيسي أن قلق المصريين مشروع بشأن ملف المياه وشدد على أن هذا القلق يتطلب المزيد من العمل الرئيس السيسي أعرب عن إيمانه بنجاح التفاوض والتوصل للاتفاق يحقق مصالح مصر في حصتها من المياه التي تحصل عليها منذ آلاف السنين نقل رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل رسالة شفاهية من رئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة وقد أعرب البرهان خلال لقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل للخرطوم وطلب نقل رسالة تحية للرئيس السيسي كما التقى الوزير عباس كامل خلال زيارته مع نائب رئيس المجلس السيادية الفريق أول محمد حمدان دجلو وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات بما يحقق المصالح بين البلدين وفي أسياق ذاته بحث الوزير عباس كامل مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها واختتم الوزير عباس كامل زيارته بعقد لقاء مع وزير الدفاع وكذلك مدير المخابرات العامة السودانية وذلك في إطار التشاوري حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين البلدين أضأت مصر عددا من المباني الأثرية والمشروعات القومية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الكابد الوبائي منها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمراكب النيلية وعين الصيرة وبرج القاهرة وميدان التحرير ومعبة حد شبسوت قالت وزيرة الصحة والسكان هالزايد إن مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية تعد نقطة تحول للمنظومة الصحية في مصر وأثبتت للعالم قدرة مصر على الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان مضيفة أنه تم الانتهاء من فحص 60 مليون مواطن ضمن المبادرة وتقديم العلاج للمصابين بالمجان أشهد مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنم بالإنجاز الذي حققته مصر في مواجهة الالتهاب الكابدي من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة أفريكا هو المبادرة على مضيفة الأمكانية لكنه أيضا هو المبادرة على بعض الأبعادات التي يجب أن تحصل على الأمراض أخذ النوار سنقاط عن الإنجاز التي أرى أن أشهدت إلى الأيجيب أين أعرف كي أعرف أنه أعرف مدرسي أبد الفتاح السيسي التي قدرح وقرار في مدرسل بحاجة للعبادرة في مدرسل حيث عن الأمراضي المترجمات من المترجمات من المترجمات من العجوانات والأسفلات. أعلنت وزارة الصحة خروج 1121 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية تطبية لازمة يرتفع إجمالي المتعافي من الفيروس إلى 35959 حالة أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 4816 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين وخمسمائة ألف حالة ذلك منذ بدء تفشي الفيروس أضفت الصحة البرازيلية أنه تم تسجيل 921 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 88539 حالة وفاة وقعت بريطانيا عقد للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح شركة سانوفي المنتظر ضد فيروس كورونا وقال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما أنه لا توجد ضمانات حتى الآن مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التعامل مع مجموعة كبيرة من الشركات لزيادة فرص بلاده في العثور على عقار فعل من جانبها أكدت شركة سانوفي وجالكسو إمكانية الحصول على الموافقة على اللقاح والذي تعملان على تطويره بحلول النصف الأول من العام المقبل وذلك إذا ثبتت إيجابية التجارب السريرية التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل يتوافد الحجاج اليوم إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية حيث يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع ويصل الحجاج فجر يوم عرفة في ميناء وفي التاسع من ذي الحجة الموافق غدا يتوجه ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات للوقوف وأداء ركم الحج الأعظم الذي يستمر حتى مغيب الشمس ثم بعد ذلك يبدأون النفير نحو مزدلفة للمبيت ثم العودة إلى ميناء مجددا لرمي الجمرات وذبح الهدية في أول أيام العيد كلف الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة من جانبه أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية متعاهدا بتطبيق اتفاق رياض وكانت السعودية قد قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض تتضمن وقف إطلاق النار وعدم التصعيد بين الطرفين أقرى البرلمان التركي قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل في المقابل نددت المعارضة التركية بالإضافة إلى عدة منظمات حقوقية بهذا القانون الذي اعتبرته انتهاكا لحرية التعبير عبر الإنترنت كما اعتبر معارض المشروع أن القانون من شأنه زيادة الرقابة في تركيا نهاية الموجز نذهب بحضراتكم إلى فاصل قصير بعده نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر